ازاي بقى فيه حتة من الارض كاملة كده بتتحرك يعني اتقال وانا بقول كلام بسيط جدا جدا لان انا دايما لما بتكلم مع الدكتور فاروق الباز بقول كلام بحاول ابقى على مستوى بسطه بس مش حابقى على مستوى علمه يعني بس حتة الانادول اللي بيسموها فالق الانادول دي قال انه دي من اكتر الاماكن اللي بتتحرك سنويا الاكثر نشاطا في الكرة الارضية هي وحاجة تانية شبهها في الكاليفورنيا ممكن اسأل الدكتور فاروق مساء الخير يا دكتور اولا واذا كنت قلت اي حال غلط اتصحح لي ازاي الجزء ده من العالم هو الجزء اللي على طول فيه مشكلة اش معنى عشان هي كتلة من القشرة الارضية ملهاش دعوة بافريقيا ملهاش دعوة باسيا والوحدها لكن مزنوقة في بينهما مزنوقة ما بين اسيا وافريقيا ايوه دي شب الجزء العربي استنى هنجيبلك شايب دي ايو ايوه دي والحطة الجزء الاحمر ده الجزء الخاص بنقطة مركز الزلزال صح هو ده الحفة الشمالية بتاع هذه الكتلة وبتتحرك سنويا بشكل منتظم هو ده سبب الزلزل؟ اه هي سنويا بتحرك لحنا عارفين ان البحر الاحمر بيبتسع من سنتي الى تلاتة بالسنة بتحرك شرقا يعني بتمشي شرقا ايوه يعني الشيء الجزء العربية ماشي شرقا كده ايوه فتتتحرك فين لان هي صلدة واللي بتتحرك عليها صلدة فتحصل الزلزل ده حتة جلموت صخر بتتحرك نزيدة لجلموت صخر تاخر فالدنيا تتهازم فيحصل الزلزل احنا من ثلاثة يام يعني من يوم لا مش من ثلاثة يام الاربعين ساعة اللي فاتوا بالضبط اتقال انه او تم رصد في مؤسسات امريكية قالت انه رصدت فوق الميت تابع بعد الزلزال الرئيسي بس في منهم كان مقرب جدا من حدته من شدته هل ده طبيعي؟ طبيعي انت لما وخاصة لما تكون كتلة من الخشرة الارضية سميكة تتحرك بالنسبة لكترة من الخشرة الارضية سميكة اخرى يعني لو كانت دي يعني افريقيا كلها تتحرك بالنسبة للكتلة اللي هي شايلة خليج البحر رحمة البحر ما تتأثرش كتير لكن لما تبقى كتلة من الكتلة ارضية بتتحرك بالنسبة لكتلة ارضية اخرى ما يدل اللي بتحصل زلازل كتير طيب انا حسع للسؤال لان